بفرح كبير يجمع المزارع معتز مجيد محصول الزيتون من مزرعته في ناحية بعشيقة شمال شرقية الموصل لنقله إلى المعصرة التي تبرعت بها إحدى المنظمات الدولية لدائرة زراعة نينوى يقول معتز إن هذه المعصرة في الناحية أغنته عن نقل محصوله إلى إقليم كردستان لإنتاج زيت الزيتون وتمتلك نينوى نحو 500 ألف شجرة زيتون مثمرة تنتج ما يقارب 70 ألف طن سنويا لكن ومع عدم وجود معصرة في السنوات الماضية أجبر معظم المزارعين على تسويق محاصيلهم من دون استخراج الزيت ما دفع منظمة ترنقل الفرنسية إلى التبرع بمعصرتين الأولى في ناحية بعشيقة والثانية لمدينة الموصل تم تقديم معصرتين زيتون بسعة 600 كيلوغرام بالساعة في شعبة زراعة بعشيقة ومحطة بسنة نينوى العصر للزيتون هو سعر مدعوم من قبل الدولة لذلك سيقلل تكاليف العصر وذلك سوف يزيد من قدرة المزارع على الاهتمام بمحصوله نحو 100 لتر في الساعة من زيت الزيتون هو إنتاج هذه المعصرة الذي يسوق محلياً ليدخل بعد ذلك في مجالات عديدة كالمخللات وتصنيع الصابون ومواد غذائية أخرى هذه المشكلة إن شاء الله في السنة القادمة ستحل تماماً وتكون سهولة العصر في ناحية بعشيقة وإنتاج المحلي نحن أيضاً دعمين لإنتاج المحلي في العراق وإن شاء الله ستكون بعشيقة لها دور كبير في تزويد الأسواق والمحلات بزيت الزيتون وتسعى زراعة نينوى بالتعاون مع منظمات دولية إلى توسيع معمل إنتاج زيت الزيتون هذا لتغطية حاجة السوق المحلية خلال السنوات المقبلة الأمر الذي قد يشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بأشجار الزيتون من ناحية بعشيقة شمال الشرقية الموصل قاسم الزيدي